موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو ده هنشتول مع بعض غرزة جديدة اسمها غرزة ريشة ده شكل الغرزة اللي احنا عن نفيزها ان شاء الله بصو شكلها عامل ازاي انا استخدمت خيط لندن الخيط ده تبع الكوفية اخذ تمني 3 شلات اللون بتاعها جنجوه زي ما انتو شايفين تدريج الالوان فيه هيبقى ممتاز قوي في الكوفية بتاعتي والنتيجة بتاعته روعة الغرزة بقى دي حلوتها انك تشتغليها مع الخيط الرفية علشان الغرزة تبيني اللي هي غرزة مقفولة فانتي لو جيت اشتغلتي بخيط سميق مع غرزة مقفولة فالكوفية هتبقى نشفة ومش طرية يعني مش هتبقى مهدلة المضاعفات اللي انا عقولها لك دي هيتحدد معيكي على المقاس اللي انت عايزيه اي مقاس انت عايزيه انا عاملاها لمقاس 18 سنتي عرض طبعا العرض بيرجعلك انت حسب العرض اللي انت عايزيه اهم حاجة انا ببدأ السلاسل اللي في الاول دي على عدد فردي الغرزة متكونة يعني كل غرزتين انا بعمل واحدة جديدة فانت هنا هتبديع العدد فردي بالغرزة بتاعت الارتفاع اللي انت هترتفعيها انا هنا هم طلعوا معي بالضبط 26 غرزة العرض 18 على الخيط اللندن اللي انا شغال عليه هنبدأ بعد دلوقتي الشغل بتاعنا ونعرف احنا اشتغلنا الغرزة ازاي قبل بس ما نبدأ الفيديو بتاعنا والشرح ياريت ما تنسوش تدعمولي الفيديو ده بلايك او تعليق تحت الفيديو لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتدوسي على الكل عشان اي فيديو جديد انزله يوصلك اشعار بي وياريت لو انت هتنفذي الغرزة دي معي او من الفيديو بتاعي ياريت تبعتيلي التطبيق بتاعك هتلاقي الجروب بتاع الفيس بنفس اسم القناة هنا هو كروشستا ستايل بالانجليش برضو هتبعتيلي عني التطبيق بتاعك يلا بقى بينا نبدأ ونسمي باسم الله ونبدأ الشغل بتاعنا هنبدأ بقى نسمي ونشتغل باسم الله كده اول حاجة هعملها عقدة البداية هعمل عقدة البداية والاساسيات هسيبلك الاساسيات في صندوق الوصف تحت فولدر كامل بالاساسيات من اولى للمبتدئين عشان لو حاجة وقفت معيك ترجعي لها هشتغل سلسل بعدد زوجي بعمل السلسلة اهي اي عدد زوجي بقى حسب المقاس اللي انا عايزها للكفية اه انا عشتغل على تمنتاشر سنتي عرض هكمل السلسل لغاية النهاية وفي الاخر اعد او ممكن وانا ماشى اعد اتنين 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 اهي الغرزة بتتكون من نص عمود وسلسلة من البداية فانا عشتغل السلسل بطول التمنتاشر سنتي هشوفهم كده غرزتين تنين اعد بقى معي دولة اتطلعوا معي قد ايه اتنين اربعة ستة تمانية عشرة تنواشر اربعة عشر ستاشر تمنتاشر عشرين اتنين وعشرين اربعة وعشرين ستة وعشرين غرزة وكمان ارتفع غرزة ارتفع احنا كل سطر بنرتفع الغرزة دي في كل مرة ابتداءا من تاني سلسلة ابتداءا من السلسلة التانية دي انا عنزل ايه خد نص عمود في كل الغرز اللي معايا انا بلف خيط على الابرة وانزل في الغرزة اللي عليها الدور اهي اهم حاجة وانا بنزل يبقى معايا فوق الابرة دلعين دلع امامي ودلع خلفي الاف واسحب يبقى معايا تلات اطراف على الابرة الاف اسحبهم كلهم هشتغل السطر ده كله نص عمود لغاية مخلص للنهاية بدخل جوه الغرزة واطلع معايا تلات اطراف الاف ترجمة نانسي قنقر كده بقى انا خلصت استطر كله بغرزة النص عمود هطلع سرسلة ارتفاع هعمل سرسلة واحدة كده للارتفاع وبعد كده الف الشغل بتاعي شايفين غرز السلسلة مليش دعوة بيهم اول غرزة من تحت عندي اهيه على اخد فيها غرزة نص عمود بعد كده اعمل سلسلة والسلسلة اللي انا لسه اخدها عوضها بسلسلة من تحت يبقى انا ادخل اخد نص عمود في السلسلة التانية على طول اللي هي دي نخل الابرة واخد نص عمود عكا سلسلة واسيب الغرزة دي ادخل في اللي وراها اخد نص عمود عكا سلسلة اسيب الغرزة دي ادخل في اللي وراها اخد نص عمود بعد كده سلسلة اسيب الغرزة دي ادخل في اللي وراها اخد نص عمود سلسلة نص عمود سلسلة نص عمود سلسلة نص عمود سلسلة نص عمود لغاية ما خلص لنهية السطر سلسلة نص عمود سلسلة ويخد نص العمود الأخير فين؟ شايفين الارتفاع ده بتاع السلسلة هنزل فيها ويخد الغرزة بتاعتي نص عمود الأخير كده أنا خلصت تاني سطر كده أنا خلصت تاني سطر هطلع ارتفاع سلسلة ولف الشغل بتاعي الارتفاع ما ليش دعوة به دايما ودايما الارتفاع بتاعي سلسلة كل سطر وما باخدش فيها غرزة أنا باخد في أول غرزة بعد السلسلة اللي هي الغرزة دي أنا باخد فيها غرزة نص عمود دايما بدخل الإبرة واسحب معايا تلت أطراف ألف أسحب التلاتة هنا عندي فراغ هنا عندي فراغ وتحت هنا في غرزة وهنا عندي فراغ التلت أماكن دول اللي أنا بعمل فيهم الغرزة بتاعتي في الفراغ دا وفي الغرزة اللي من تحت اللي متسابة دي وفي الفراغ دا بعمل إيه بلف الخيط على الإبرة وادخل جوه الغرزة اللي فاضية هنا ألف وطلع خيط منها معايا تلت أطراف ألف لفت خيط تاني وانزل في الغرزة اللي من تحت لها النص عمودة اللي من تحت دي أدخل فيها الإبرة واسحب خيط أطلعه منها واسحب أطلع على فوق معايا خمس أطراف ألف لفت خيط على الإبرة وادخل في الفراغ اللي جاي أدخل الإبرة واسحب أطلع خيط كده معايا كام معايا سبعة اتنين اربعة ستة سبعة ألف أطلع منهم هما السبعة وبعد كده أعمل غرزة سلسلة هكرر الغرزة تانية وفيه غرزة نص عمود اهي تحت وفيه كمان فراغ بعديهم على طول بلف الخيط على الإبرة وادخل هنا ألف أطلع خيط واسحبه معايا ثلاث أطراف ألف الخيط على الإبرة وانزل في النص عمود اللي تحت أسحب منها خيط وارفعه بكده ألف خيط على الإبرة أدخل في الفراغ اللي جاي بتاع المربع اللي جاي على طول واطلع منه خيط كده معايا سبعة غرز على الإبرة أطلع السبعة كلهم من الإبرة ودي غرزة سلسلة اهي نقفل كده الاضوقة طيب هعمل ايه تاني هنزل هنا في الفراغ ده ادخل الابرة وطلع منها خيط ولف تاني خيط على الابرة وانزل في غرزة النصف عمود اللي تحت اللي فاضية دي وطلع منها هي كمان خيط هكذا لف خطع الابرة وادخل في المربع الفوضي اللي جاي معي سبع اطراف اللي فهم اطلعهم كلهم من الابرة وبعد كده اعمل غرزة سلسلة بعد كده هعمل ايه النفس اللي انا عملته في المربع اللي انا وقف عنده بدخل وبطلع خيط وفي غرزة النصف عمود اللي تحت اللي فاضية بدخل وبطلع خيط ولف خطع الابرة واجي في الفراغ هنا ادخل وطلع خيط ولازم قبل كل مرة لازم الف لفة خيط على الابرة بعد كده سلسلة يعني لازم قبل ما ادخل كل مرة الف لفة خيط على الابرة وادخل من هنا اطلع خيط الف لفة خيط على الابرة انزل في الغرزة اللي من تحت اطلع منها خيط الف لفة خيط وادخل في المربع الفوزي اللي جاي وطلع كله مرة واحدة هعمل السطر كله بنفس الطريقة اهي واسحب اطلع منهم اهم حاجة سلسلة اللي وراهم دي من سي الف وادخل لغاية بقى ما يجي لغاية النهاية اخر مربع برضو ده بتعامل فيه عادي وهو مطلع من كله من السبع غرز وبياخد غرزة السلسلة بعد كده باخد نص عمود فين انا متكون عندي هنا هون غرزة في النص عمود اهي من فوق وقم اخدها فيها النص عمود بتاعي عشان نقفل السطر لازم اعمل السلسلة اللي قبل النص عمود بعد كده بطلع بارتفاع سلسلة وبقلب الشغل بتاعي الغرزة بتاعي النص عمود اللي دايما بتلاقيه هزي اللي هي اللي تحت بتلف بتغذي برضو فيها نص عمود عايزي كل مرة بعد كده بتتعاملي فين بقى هنا اتغير الشغل بتاعي ده كده اهو اهو الخلف هيخد فين بقى هلف لفة خيط وانزل في الفراغ اللي هنا الف اطلع خيط وعندي كمين فراغ تحت اهو بلف وادخل جوه واطلع خيط وعندي كمين فراغ ينهو بكون معايا بعدها بلف وانزل جوه اطلع خيط هيبقى معايا سبع اطراف اليف وطلعهم كلهم مرة واحدة واددي غرزة سلسلة هحط هنا والتحت في الفراغ اللي من تحت وفي الفراغ اللي جاي كل فراغ بلف وادخل ولف وانزل ولف وادخل في اللي جاي سلسلة عندي تلات فراغات اهي هنا هو فراغ واحد وتحت في الفراغ اللي تحت ده بياخد التاني وهنا في الفراغ ده بياخد التالت هكذا سلسلة واحد اتنين تالت سلسلة واحد اتنين تالت سلسلة اهي الغرزة بقدرت اللي هي تظهر معايا هط هنا وتحت كمين في الغرزة اللي بعد واسحب السبعة وياخد سلسلة واحد اتنين تلاتة هياخد سلسلة اجي بقى عند الاخر اخر السطر بعد الكده عشان هنا فيه فراغ ده بيتحط فيه يبقى ادخل في نفس المكان وانزل تحت ويجي عند الفراغ الاخير ده كمان بحط فيه اهو واسحب اطلع كل مرة واحدة بقى سلسلة واخد النص عمود دايما في النص عمود اللي من تحت هنا اهو في السلسلة اللي بتبقى بعد النص عمود دي على طول بنزل اياخد فيها غرزة نص عمود كل مرة خلاص الشغل بتاعي عيبقى مكرر نفسه انا بعمل ايه بطلع ارتفاع سلسلة وبقلب الشغل بتاعي بطلع في اول غرزة بتقابلني اللي هي زي هحط نص عمود وابدأ اشتغل في الفراغ اللي هنا في الفراغ اللي من تحت ده في الفراغ اللي بعد زي بعمل نفس اللي انا عملته واحد اتنين تلاتة بكاسل السلة لف هنا واطلع ولف هنا وادخل ولف هنا ودخل الابر او شكل الغرزة واحد اتنين تلاتة هكي سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وطلع واعمل السلسلة ما ننسهيش اهم حاجة كوفي بس خيط من هنا بحط في الفوز اللي هنا وطلع وحط في الفوز اللي من تحت وطلع وحط في الفوز اللي جاي وطلع طلع كله لفت مرة زي ده معلش لف خيط على الابرة وادخل هنا اطلع وتحت اطلع ولف لفة خيط وادخل من هنا وطلع السبعة مرة واحدة هكمل بقية السطر كله بنفس الطريقة اهي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة وهنا خلاص انا قربت اوصل للاخر سلسلة واحد اتنين تلاتة عمنا حاجة السلسلة وهو شكل الغرزة اهي بدأت تتكون معنا هنا واحد وفتحت واحد وفي الاخر في المربع الاخير اهم حاجة ما انسهوش وطلع كله مرة واحدة بعد كده اعمل سلسلة جيت هنا فيه نص عمود في الاخر ووراص السلة على طول ما بينهم هنا في النص هم مدخل الابرة واخد غرزة النص عمود الاخيرة اهي اهي الغرزة اتكونت معي هطلع بارتفاع سلسلة ولف الشغل بتاعي واعمل نص عمود في النص العمود الاولاني ده ما نسهيش وبعد كده انزل اعمل غرزة زي ما انا عملت تحت بالزبط مرة في المربع الفودي ومرة في المربع اللي من تحت ومرة في المربع اللي من فوق بعدها على طول سبع مرات اهي اهم حاجة في الخيط وادخل الاول وطلع كل مرة واحدة ودي سلسلة هكمل بقى كله بنفس الطريقة اهي بنفس الطريقة سلسلة سلسلة هكمل لغاية ما وصل للاخر واني نفس بنهاية بتاعتي واطلع نفس البداية انا بقى هكمل لغاية ما اخلص الطول اللي انا عايزيه للغرزة اهو افضل بقى مكملها كده لغاية ما وصل لطول اللي انا عايزيه هكمل وبعد كده ارجع معاكو تاني نشوه ما حاجة ما تنسوش البداية والنهاية ارتفاع سلسلة غرزة نص عمود وفي الاخر سلسلة غرزة نص عمود بتبقى دايما العكس بس لازم اولها تبقى زي اخيرها اصلكوا بقى دلوقتي لغاية ما اكمل الكفاية الاخيرة وبعد كده نشوف الشكل النهائي بتاعها يبقى عامل ازاي هنا بقى جيت بعد ما اشتغلت شوية حلوين في الكفاية وبدأ يبان فيها التدريج بتاع الالوان اللي في الشلة اللي انا استخدمتها بصوا تدريج الالوان عامل ازاي الغرزة جميلة جدا جدا آآ في سكارف وفي كفاية شتوي هتدفي طبعا ان الغرزة بتاعتنا مقفولة ده المنظر بتاع الغرزة اهو وبصوا التدريج بتاع الالوان تحفة فيها ازاي طبعا زي بقى ما انا قلت انت هتعملي بالطول اللي انت حباه وطبعا احنا عرفنا كمية الخيط في اول الفيديو طبعا يا رب ان الشرح يكون عجبكو ويكون الشرح وافي وكافي بالنسبة لكم اشتركوا في القناة